في آب 2013 أصدر مصرف لبنان المركزي التعميم رقم 331 المتعلق بالشركات الناشئة أو Startups معلناً بذلك ضخ مبلغ 400 مليون دولار أمريكي في السوق المحلي لدعم وتشجيع الاستثمار في القطاع الرقمي اللبناني وتوفير بيئة حاضنة لهذا القطاع والحد من هجرة الشباب هذا البرنامج يسلط الضوء على هذا القطاع التكنولوجي المهم والإنجازات العديدة للشباب اللبناني المستفيد من هذا التعميم مساء الخير بحلقة جديدة من Startup 331 الليلة اللحن نتعلم عن الميتاورس وين فينا ناخد كورسات عن الميتاورس باللبنان وشو هو الميتاورس لحن نخوض مع خبير محلي اللي حيعطينا دروس هامة بالميتاورس وشرحنا أهم شي شو هي الميتاورس أعزائنا قبل ما نخوض بتفاصيل الميتاورس بدنا نقعد مع السيدي اللي أنشأت الأكاديمي اللي عم بتعلم عن أن تعطي كورسات عن الميتاورس سيدي رندا فرح رندا مرحبا مرحبا أول شي بس بدي ناوي حضرتك أسستي لابتيفتي مزبوط و أنا كوفاوندر مع غير أشخاص لابتيفتي دوت كوم يعني هو كالندر للإيبنت يلي كل اللبنانيين بفوتوا عليك يشوفوا سهرات كونسرات كونفرنس لبنانية ومش لبنانية لهم كماننا السواحي ييجوا على لبنان بيحبوا يشوفوا وشو فيه مو قاديم وكتير بحبونا تانكيو أنت كنت من أول عالم يلي كمان يهيلايك هلأ حضرتك اليوم بـ هلأ سالة تقريبا من 2018 بلشنا أول شي عملنا كثير كبيرة مع دكتور جون دي مارتينيو تقريبا في العمل كان هناك 400 أشخاص بس هلأ كيف أجلت الفكرة تبع الأكاديمي لذلك في عامي يعني أنا اشتغلت حياتي اشتغل بي كذا شركة في كتير الأشياء لاحظت أنه ما حداً بيعلمنا ياهن بالحياة ما حدا بيعلمنا مهداً بيعلمنا مهداً بيعلمنا مهداً بيعلمنا مهداً بيعلمنا مهداً بيعلمنا وقلت أنا ليه ما في مترح فينا نتعلم هول الأشياء أسرع لأن الحياة قصيرة مش دولين نتعلمون كثير مؤخرين مش نيك سمعينيها I have learned academy I have learned أنا تعلمت لأن الحياة هي بتعلم إذا أنا هلأ بدأت أدخل عليها في ويبسايت www.ihavelearned.me وإذا بتفوت على upcoming events بتشوف الworkshops جايين نحن عنا تسعة categories واحدة عن كل شي خاصه بال personal development واحدة عن الhealth واحدة عن technology والdigital واحدة عن arts and culture هل هي تعريفهم مدته؟ لا هذول الكاتيجوري بس كل workshop عنده يعني فيه workshop سريعين يلي هنا ثلاث ساعات على topic كتير معين مثلا how to put boundaries how to communicate properly how to presentation skills بيكون شوي أطوال فيه أشياء خاصة stress management time management هؤلاء الأشياء بلاس فيه program مثلا في عنا program اسمه know yourself الصفاء 6 weeks program تكتشف حالك ديبلي وفيه كمين program مثل metaverse اللي هو مع speakers من كل أنحاء العالم في عنا ثلاث speakers رودي واحد منهم شخصين هدا من بلجيكا وحدا من يو اس سوى الميتاورس لأنه هلا البلوكتشين كلنا نسمع عن البلوكتشين نسمع عن كل هيدول الأشياء يعني في كتير نسمع ما بيعرفون هذا كم دي أسألكم شو فيه أشياء مختلفة في كتير في هيدا الشي اللي هو الميتاورس اللي ضروري هلا كل العالم يتعلموه program بيغطي كمبليتل from A to Z كل شي خاصه بالميتاورس بلوكتشين انت تعرف تفتح والد تعمل your first NFT to invest to see how you can use it for your business شوف كيف تستعملها لشغلك هيدا كتير مهم هلا start-up specific في عنا أوقات بس عملنا HR for start-ups عملنا topics related to communication هلا كل شي خاصه كل هؤلاء اللي عم بقولن بيتطبقوا عكل إنسان وعكل business كمان وعنا كمان 2 types يعني في اشياء live وفي اشياء online وفي اشياء كمان كمان خاصة كمان كمان يفتح كيف يستطيع التعلم فيديو فيديو بيزيك بيزيك فوتوغرافي فوتوغرافي وفي اشياء براكتكال بل اشياء في كتير اشياء براكتكال نحكي اوقات اشياء ضرورة يعرفون الناس مثلا كلاود كمبيوتينج اشياء عن نحكي تكنولوجي طيب رندا تقريبا يعني انا قدير او بدي اتكلف لا اكيد او بدي اتكلف يعني الوركشوب والتعلم كأنو انت عمفت على السيبر ماركت وتقول ايوانت تتاكي كل شيء فوتوغرافي بس ما بيتكون ديب مثل الوركشوب 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 فيه وقت لقلك تحكي مش انو هيك عم نعمل طاك وهذا مزبوط مزبوط من الاخير وهذا البروغرافي يعني هيدا البروغرافي خمسة جماع مع اكزارتيسات مرة لمرة وفيه كمانا دفرنت سبيكرز من يو اس ومن بلجيوم ومن لبنان مانو كله اونلاين هيدا اونلاين هيدا اونلاين اوكي كمانا بدي لك انو منعمل اوقات نحنا افنس كتير حلوين ولنس دايز لانو هلق في كتير سترس بالكمبانيز وانا ام سباشياليس ان هابينيس اتورك تخصص بهالشي بالدنمارك وعملنا كونفرنس عن هابينيس اتورك وهلق منشوف انو ناس تعبنيين خاصة باللبنان الناس سترس نحتاج بعض الناس لذا نفعل الناس او نعملها او نعملها او نعملها ببليك يعني كل مره بمطرح يكساكين بالبطرون السنة اللي قبلها عملناها بمطرح كتير حلو بأونتلياس لذا او فول داي بيكون في كزا شغلي نحن بالبوت وكزا شغلي مع مدتشان يوغا فيه سشن عن سشن هلجل ان الاكادمي لا مالعليه بالاكادمي ألا اكيد او اكيد واحد من المشيطة نحنا اللي بنعمل بالاكادمي يعني كل شيء ايه اكزكي الاكادمي هي كل شيء ما قلت نعرفه في العدد اخذنا شوية صغيري كاستعطي الالمتاورس اللي عبيعطيها رودي هلأ اوكي هذا المشيطة قسم خمسة سيشنة لتحضر كل أشياء المتاورة الآن كثير عم نسمعها متاورة بلوكتشين وأنا حسيت بيرسوني أنه كانوا حد عم بحكسين قديمه وانت أسمعهم أنا لم أفهم شيء قررت عمل هيدا الكورس لأنه الكثير من الناس مثلي كمان حبيين يبلشوا بس ما بيعفش عن الوالت وإنه أسئلة عندهم أسئلة بيسمعهم NFT وهالعالم عم بيعملوا NFT بتطلع على الـ NFT بتلع شيء بخول الساعدين وعم بيعملوا منهم ليه لا أفهم أنا يعني بطلع هيك ماذا هذا؟ مثل هذا الكورس نخلق أصلاً خمسة سيشنة أول واحدة إطلاق على كل شيء متاورة ماذا يعني متاورة؟ ماذا يعني بلوكتشين؟ كيف تمشي؟ كيف سيستام؟ ماذا هنا كل الأشياء التي يجب أن نفهمها نحكي عن المتاورة؟ ماذا الهرد والريتوار؟ ايه كمان ماذا يعني كريبتو كارنسي كل هيدا؟ الثاني سيشنة هي كريبتو كارنسي مع برونو من بلجيوم نحكي عن أنواع الكريبتو يعني حكينا عن مختلفة 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 شو هو البيتكوين شو هم الأيثيريوم مختلفة مختلفة شو الفرق بينهم ومختلفة الدولة؟ وبعدين هكينا تالت السيشنة كانت عن نفتي نحكي البرون نفتي شو الانفتي؟ كيف الانفتي؟ شو يعني وبعدين الرابعة سيشنة متفتح أرشنة نفتح النافتي ونرى كيف نضع نفتح نفتح النافتي على محاولاتنا لذلك كل هيدول رح نعملون بالرابع سيشن وخامس سيشن مع حدا من اميركا رح يحكي عن how to invest in NFT أسفل، how to invest in the blockchain لذلك هيدا شي بالرابعة رح نحكي عن security tips لأنه كمانا في كتير الناس عندهم concern is it safe, is it not safe كيف أنا؟ سيحن أعطي كل security tips to cover هيدا شي راندا، شكرا جزيلا لحن نتقل هلأ لعندرودي بس قبل ما ننتقل بس منذكر بالويبسايت ihavelearn.me بتطلع عنكم على الشاشة وكمانا السوشيال ميديا فيسبوك، انستاغرام، تويتر اكترشي على انستاغر بنحط كمانا الاشياء لفيسبوك، يمكنك رؤية الناس وإذا بتطلعوا ihavelearn.me بتطلعكم نلستة الناس كل الناس راندا، شكرا جزيلا شكرا جزيلا سنتقل هلأ عزائنا لعندرودي حسنا أعزائنا مثل ما وقعدناكم حلقة عن الميتاورس ومعنا خبير عن الميتاورس سيد رودي الشوشاني خبير بلوكشين عن الميتاورس بس اليوم حلقتنا عن الميتاورس رودي مرحبا مرحبا فيك وشكرا لإلك على الدعوة واش بيتنا نحنا، خليني أقول أنا ما بعلم شيء عن الميتاورس شرح لي من الأول بطريقة موما الصدل للمشاهدين ما هو الميتاورس؟ كلمة متا هي بالإنجليزية كمان بتكون بيوند أما ما وراء يعني منطقة تانية، بلد تانية، ممكن تكون المريخ، ممكن تكون اليوم نحنا عم نحكي بعالم افتراضي كلي بحتي العالم الافتراضي اليوم اللي كان حسب إذا بتلعبوا الألعاب بتشوفوا أنه انتوا عم بتفوتوا على العالم افتراضي عم تلعب رحكون بهال كونسبت تبعه بس الفرق ما رحكون انت عم تلعب ضد كمبيوتر أو ما شيء سنكون نحنا نوع من الامرسوف يعني نحط حالنا بأفاتر بشخص يرقي عملنا بعالم طويل عريض جوات هل العالم نقدر نحنا نتواصل مع الناس ومستخدمين تانيين نقدر نحكي معهم نقدر بالمستقبل القريب حسب ما كمان شفتنا فيسبوك عم بيشتغلوا على بعض الاصصتها يصير في الفيلم يعني نحنا عم نخسر الفيلم فينا نشوف بعض فينا نحكي مع بعض بعالم ثري دي مش بعالم مبسط اليوم مثل ما الالعاب اما الموبايل رح تكون تقريبا عالم ثري دي اكتر وهيدا بيعطيك انت الشغلي كتير مهمة انه التواصل اليوم خسرني خاصة بعد الكوفيد التواصل عن بعد الريموت كان كتير فلات يعني اليوم انا بدي احكيك عبر زوم ام عبر تيمز ام عبر غيره ما عم بيخد منك انا الاحاسيس ما عم بيخد منك كتير قصص اليوم عم بيحاولوا يعاودوا هيدا الموضول عن نحنا ما فينا نخسر العامل البشري رح نخسره بس ما رح فينا نخسر العامل البشري تماما لدرجة انه نحنا ما عود سير فيها الانتراكشن وانتون هون عم بيرجعوا يعاودوا بريبليكا عن العالم الفيزيكي اللي انا اعييك اليوم قاعدين فيه ممكن نحنا نعمل بكرة مقابلة بالميتا بورس رح نكون قاعدين زيت القاعدة بس رح تكون طبعا على جرافيكس مختلفة على جو مختلف بس انا يمكن بامريكا وانت هون وانت هون دازن ماتر يوار خلاص بس عم تاخد هالريبليكا عن الستوديو عم تاخد ربليكا عن الطاولة عم تاخد ربليكا وافاتار عنك حدا بس رودي هون انت بلش الحديث انو عم تقول جيم بس انا اللي شفته انو اتس بيوند جيم يعني فيه عم نحكي عم نحكي عم تشتري ريال استيت يعني عم بيشتروا محلات بشوارع بنيويورك خلق نيويورك افتراضية مش نيويورك الحقيقية يعني اذا مناخد نحنا اليوم مدينة بيروت وانعمل مننا متافيرس لمدينة بيروت بصير في عنا شارع حمرة اونلاين ومنشتري ولو انو فيه الى مالك مثلا هيدا المحل فيه الو مالك لالو او هاي البناية فيه الى مالك بس انو منصير منشتري عقارات ومحلات وبيوت يمكن بيها الحمرة الافتراضية اذا بدك هون عم نشوف انو عم تخلق انو ايكونومي بارلال على الايكونومي الحقيقية عم تعمل انت عيشة طبيعية هل هالشي ممكن انو الحياة الافتراضية تجي تاخد محل الحياة الطبيعية؟ اليوم في ايكونومي طويل عريض عم ينعمل بعالم المتافيرس عم بقولوا ممكن توصل لواحد تريليون دولار بعد ثلاثة اربعة سنين اذا منطلع الرقم شو واحد تريليون دولار يعني ايكونومي اوف ايكونوميز امريكا وغيرهم شو انا اول ما بلشت انو هني عم بحاول يعملوا ربليكة للعالم اليوم اذا مناخد نيويورك ناخد دوباي مدينة دوباي كمان عملينا في عندك نيوم رجوع اخدوا قرار بالسعودية يعملوها كمان فيرشول وفي عندك الميتاورس هاللي هني مانن ريليتد لأولى مدينة هاللي هني هني عردي دي سنترلاند وغيرهم هولي كمان فيك تتواصل وفيك تفوت فيهم وفيك تعيش فيهم وفيه حرب طويلة عريضة على الارض بالنهاية هني عاملين ماب مثل هالطاولة فيها الارض معين كلما انت بدك تستحصل على سكوير هو بيجي خمسين متر اما خمسين من خمسين على الافتراضي كلما تزيد تكبر الاسلوت تبعك وبتكبر المجال تبعك تتبني يمكن بيت مدرسة مجتمع طريق اللي غيره هولي عم بصير فيه حرب ليش عم بصير في حرب اليوم؟ كل شي بالهايب والاليوم كمان الانفتي لعبت كثير دور هالي هي ننفنجبل توكنز اما الالذات الى ما فيك تعملوا تبدلهم ومثل الارض اليوم انت ما فيك تبدله البيت ما فيك تبدله البيت ما فيك تبدله الارض شوان بيحطوها انافتي انت بتشتري عبر الانفتي سبيس عبر أوبن سي وغيره الحيطة استحصلت على الارض فيك تستحصل عليها اليوم اسعارها بين 2000 و 3000 و 4000 دولار حسب العرض والطلب بس تجي بتقلي في ارض حق 50 مليون دولار شوهي هالارض الافتراضية الافتراضية انه الحق اغلى من ارض مزبوطة واليوم شو عم بصير هالهايب تبع الانفتي اللي فاتت بعالم الميتاورس كمان عم تعمل نوع من الناس المشاهير وتاي يشتروا ارض ويبنوا المبنى تابعهم ويعطوا يوتيليتز هنا بالانفتي تابعهم عم بقلو لك نحنا هيدا البيت صار نوع من نايت كلاب سنوب دوغ هو اشهر واحد في هنا فبدوا يعمل هوستنج لبارتيز انت بتحب تروح تحضر سنوب دوغ اما لا عم بغنى لايف حتى هو بافتر هون صار السؤال قد يتقرب على سنوب دوغ سنوب دوغ صار في حده مشهور تاني ستيف ايوكي كاديجي في مشاهير تاني باريس هلتن وغيره بنيوا حالهم بمنطقة معينة هاللي تعتبر بيفرلي هيلز طبع كاليفونيا صار يتبيى نوع من الميتافورس وهالعالم كلما يقربوا هالمحال كلما عم تغلق الاسعار طبعا ما هيدا ما عنده 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 موجودة انتها موجودة رودي هالميتافورس عم تخليق لي انت عالم افتراضي باي هدف هل انا لا حعيش داخله حاستغني عن الاكل واللبس والشرب وصنوب دوغ اذا بدي روح احضره انا تم هيدا انا عارف انه هيدا يمكن صوته بس هيدا صورة صورة فين احضره على التلفزيون يعني بس انه شو الهدف منه وبعدين بدي ارجع معك يعني ندخل بالتفاصيل بس اول شي تنفهم شو الهدف هلا بعض الثيوريز اليوم انطرحت انه نحنا طالعين على الامر اه سوريا طالعين على المريخ صحيح وهيدا الهايب كتير كبيره انه نحنا بعد تقريبا 8 سنين ام 10 سنين فيه ميشن رح تروح على المريخ مينوايل شو بدنا نعمل عم بيخلقوا عالم ما قبل روحة المريخ الفكر البشري يحضرونا ممكن روحتنا على المريخ اما يحضرونا روحة لمحالتين اما يعني هيدا عم بحكيك extreme thinking بس نرجع نحنا قبل ما نوصل على المريخ في عنا الف شغلة بدنا نعملها بدنا ننتج صوريخ بدنا ننتج غير قصص فيه هايب كتير كبيرا هيدا الموضوع نحنا شفنا الهايب في 2017 بالفيرش والرياليتي يعني هي منها هايب شي جديد وبتعرف انت كمان بالهايب نلحق نحنا نوع من ببل نوع من شفناها بالدوت كوم وغيره 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 اليوم انا برأيي كل هيدا اسمها هايب فمش فاك ايكونومي بس ايكونومي نحنا بحاجة لقلو هايب لدرجة انه مين بده يكون الاول مين بده يكون السباق مين بده يربح مين بده يكون بمحل المزبوط وغيره هلا برجع بقول هالياتورة نحنا بحاجة لها الشغلة بعتقد ايه لانه عم نخسر كتير قصص بالطريقة عم نمشي فيها بده تتعود بمحلتاني بس مش لدرجة انه نحنا رح نكون رح نكون عيشين 100% in virtual metaverse رح كون فيه تكنولوجيا كتير جديدة رح تيجي انا بعتقد ابل رح كون عنده دور كتير كبير اللي بعد اليوم ما فيه ما نسمع نحسه بموضوع التكنولوجيا بس نعرف نحنا ابل وقتها تنتج شغلة بتكون revolutionary بكلمة معنا الكلمة كمان نجرى على الإيكونومي بكرة وقت انت تفوت بال virtual space على اليوم فيه الوف ومئات الالوف من العالم بدهم دعايات كيف بدك تعطيهم دعاياتك اليوم انت الدعاية تبعك بتفوت على ويب سايت وبتشوفها بال digital media هونيكي لا انت عم تمشي بتشوف فانو موجود وفعلات دعاية يعني عم بيعملوا الريبليكا لا تكون physical بسيئة بسيئة virtual فعم بحاولوا يقلدوا كل شي هذا الاقتصاد وهون من نحكي عن عملات المشفرة لانه من هيك شو طريقة الدفع ستكون crypto currencies فالcrypto currencies عنده دور كتير كبير الاستملاك اليوم رح نحنا على شي اسمه web 3 كنا عم نحكي اليوم عايشين نحن بالweb 2 web 3 انت بتمتلك كل ايتم الي عندك اياها الفيسبوك اليوم هو web 2 تويتر web 2 وكل هولا بالweb 3 المعلومات تابعو لك بتصير ملكك انت واذا بدك هني يستعملوها ويطلعوا ملنا مصاري متل ما عم بتصير اليوم بالفيسبوك ما بيحق لهم ذاي هفتو انت الشريك انت المعلومات تبعك بدون ياخدوا الكونسانت تبعك بدون ياخدوا موافقة تبعك لانه معلوماتك انت على البلوكشين وهيدي القوة طبعا هو الكونرشب تبعك وكيف ما تبرم انت بكرا اذا بدك تلعب افاتار اما شغلي وينما تروح هي زيتها المعلومات لانه موجودة على البلوكشين فيك تجاه تستعملها بحيالها عالم متابيرس بحيالها بحيالها ابليكيشن بحيالها دفع هادي بعدها منا اكيد لانه الحكومات حول العالم عم بتتحارب هالشي لانه لما انت معلوماتك تصير ملكك يعني الدولة ما بقى فيها تتبعك شو عم تعمل وين عم تحول مصاري هل عم تشتغل اشياء شرعية ولا غير شرعية لانه ما بقى سنترلايز ما بقى في محل يقدروا يتجسسوا عليك الا اذا حصلوا على نسخة من ترفعك بس اللي عم بحاول اقوله انا انه قلتلي اعلانات بقلب الميتابيرس طبعا بس من هيدا بعدنا ما عم نمتش شيء الاتجاه اللي جديد بالعالم هللي هو عم بقول انه انت ما فيك بقى برجع شدد عاي الموضوع ما فيك بقى اتجاه العالم انه انه انت كشركة تكون انت الrouнور للديتا حيما هي الديتا عم تجي من العالم من كل شخص من كل فرد هيدا الاتجاه العالمي تبع البلوكشاين وديسنترلايزاشن عم بيوجه كلها العالم انه تيسيروا هن الrouner برجع بشدد عليها لانه كتير اساسية هيدا قناسبت جديد نحنا مش معاودين هيدا CONSEPT OF FREEDOM متل ما قلت عم تطلع من السيستام العالمي وغيره بس اليوم في نقمة كتير كبيرة في اشو اوف ترست كتير كبيرة ان كان بالحكومات وان كان بالاقتصادات وموضوع الفيسبوك بحد زيته هيدا ترست فاكلا هايجيك لمافيا يستعمل هالقانون هيدا هايجيك يمكن لسه محل الارهاب الارهاب يستعمل هالنه المعلومات ما بقى فيك تفوت عليها ما بقى فيك تعرف شي اليوم في كتير تقدم بالليجيسلاشن والقوانين الدولية بموضوع البلوكشين ومش بسبسبك بالمتاورس بموضوع البلوكشين تجربوا يقونونوا هلا في محلات في كتير فيهم يقونوا نقصص بس البيتكوين والبلوكشين تبع البيتكوين بحد زيته قد ما يقدروا ان هي ما في حدا يقدر يسيطر عليها بس هين شو بيقدروا يعملوا كل شي ساتيلايت اما ثانوي بدوا يخدم هيدا الشبكة اذا بتتلاحظ انت ثلت سنين لورا اما سنتين لورا كان فيك تفتح اكاونت ان كان باينانس ان كان كوين بايس وما حدا يسألك انت مين هلا اليوم اذا بتفتح اكاونت لا تضع صورة وجهك تضع ادرسك هيدا اجا من التشريع سو عم بيضغطوا هني المشرعين وخاصة الامريكان الامريكان بهموا انشاغلي واحدة تاكس مش شي تاني هلا اذا بتشوف كمان اليوم من جمعة بالذات كوين بايس اللي هي اكبر اكسشينج بالعالم من بعد باينانس باست بامريكا مشرعة من امريكا ومعطيها كل التراخيص وهي اراد تعمل شيرينج للداتا مع الدولة والفادس والس اي سي هلأ طلبوا منهم الاس اي سي انه يزيدوا شغلة تانية كل ما بدي احول انا من بيت كوين لتسي خارج المنصة مش بور هتطلو اسمه يعني عم بيزيدوا على التشاريع تقدروا يعرفوا تقدروا يتطبعوا مين عم بيدفع مين عم بيدفع مين عم بيدفع مين عم بيدفع هل يترى في تبييد اموال هل يترى عم تتهربوا من التكسات لانه اليوم بحيدة العالم عالم ما بتضيع وشوفنا شو عم بصير بحصة بحرب مع روسية والاموال اللي عم تندخ بهيدا الموضوع مع انه الماركت عم تنزل خلينا شوش نفوت شوية ب هيك تفاصيل عملينية اليوم هالميتاورس اذا من نجي منشوف لشباب وصبايا عم نحكد بمجال استارتاب قدي ممكن الميتاورس يفتح افاق جديدة يعني يخلي شباب وصبايا يعملوا استارتاب للميتاورس مش للعالم انت كالديفلابر اليوم انت عندك هبة موزودة بدك شوية تعديل تقدر تطور على اللغة اللي انت بتعرفها لانه فيه لغة جديدة تقدر تعمل انت بروتوكولات جوات الميتاورس تقدر غير عالم يستعملوا وكل ما يستعملوا انت بتاخد الكميشن هذا التفكير اللي بدنا نبدأ اجوح فيه اهلياتورة فينا نعمل نحنا ميديا كمبانيس كيف الميديا اهلياتورة فينا نقدر نوصل نعمل تهتم بهالميديا مش هم نحكي بمنطقة واحدة بالسيستم واحد هم نحكي اليوم تعددات فيها تكون برات الإكو سيستم بسيستم لكل الميديا هايدي فكرتيني بالافاتار كيف الشكل بدو ينخلق اليوم في كتير ستارتابس به هيدا الموضوع فيه ستارتاب حتى بتروح بتسيفر بتصفرك لعنده بتفوت باسفير بيعملو لك سكاننج كلك التكنولوجي كتير كبيري يعملو لك فول سكاننج بجد الرياليزم يعني بتفوت عم بحكي مع شخص عم بحكي مع فؤاد فؤاد رهيب أدماريب فيك تفوت كمان بيكمل بقصود الديفلوبمنت فيك تفوت انت بموضوع البلوكشين تطور على البلوكشين بموضوع الانافتيز خاصة بالميتافرس انا عم ساعد ثلاثة ستارتابس اليوم واحدة مننون احكي عن الفكرة بس واحدة مننون عم يخلقوا عالم جواة بيت معين بموضوع بس بقدر اقول هك يعني هذه افكار كتير صغيرة فينا واحد يبلش يختراع فيه بالفيرتشوال والغرافيكس يعني اليوم فيه صحيح نعم 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 بس فيك تعمل انت مثلا اركيتكتشور فيه ناس بديو داخل الميتافرس فيه ايكونامي طويل عريض بيشغل بين شغل وغيرهم يعني اليوم انت كمان بعالم متافرس اذا بدك تحط فاز مفيك تحطو بدي يكون انفتي يعني غير انك تطور على موضوع الانافتي اكتور الديزاين وغيرهم هاي ده النقطه هو رايغولات كل هاشي العالم الحقيقي فيه قانون بكل بلد فيه قانون على الميتافرس شو القانون اللي بيحكم لانه هو ممنو مليك لا، ما أنه ملك حداً هو تحقق كل ترانزاكشن كل شراء أو بايع كل خدمة يمكن نعملها على الميتافورس هلا، كتشريع وتشريع وهالقصص اليوم ما في حدا تقدر تلحق هلا، إذا مناخد نحن دي سنترل لاند فور اكزامبل، هالي هو واحد من أهم الميتافورس بالعالم أكتر شي فيك تفتحه وتكت جوات هالميتافورس بس، كترانزاكشنز، أنت ما قلك دخل فيه كيف صارت للترانزاكشنز، أنت ما فيك وهم ما فينوا يساعدوك هنه بخلقوا لك الاسبايس، فيك تعرف أنت هالاسبايس فيك تتعاطى، تتواصل معهم بس، التشريع أبداً مش موجودة في عنا جاي بي مورغان، هلا هو واحد من أكبر بنوك بالعالم فتح بالميتافورس، هو التعاطي طبعه عم بيكون جوات دي سنترل لاند بمعر إدارة دي سنترل لاند، بس شو بيصير جوه والفروض المحتمل يصير هذا ليساعدوك، أنت عم تشتري الأرض من دي سنترل لاند عبر نفتي وعبر ديجيطال كارنسي تحت الحكم تبع دي سنترل لانهن الحكمين، ما في سنترل أكبر من تبعهم، ما في تشريع عليهم أكثر من دي هاي المشكلة؟ صحيح، وهذا هو المشكل في شيء آراء مستقبلية لتشريع؟ في كتير آراء مين الجهة؟ يعني قبل ما نحكي كيف التشريع، مين الجهة اللي بدأت شرع الميتافورس؟ في اليوم حديث، بعدنا بالأحديث، بعدنا بالأفكار، بعدنا بدأ وقت، وهذا عالم كتير جديد بعده، بدأ وقت، إذا تلاحظ اليوم سننا نحنا 14 سنة تقريباً بعالم البلوكشين، التشريع عليها دايريك، ما فيه على كل شيء حواليها، الميتافورس اللي هو، يعني، هو منه شيء جديد، منه سنة و سنتين و ثلاثة، بس الهايب طبعه خاصة مع فيسبوك، بلشت سنة الماضي، وفيسبوك عملت رينايم، ونوعاً ما أخذت الاسم، هاللي هو أشهر اسم، وتتفوت فيه، اليوم مين بشرع ميتا بحد زيتا، كمان، يعني، يعني، إذا كنت تأخذ بالعالم طبع ميتا، مبنية على شركة، والردي في عليها مشاكل بل بالعالم الطبيعي، هون نحنا بحاجة لهالتعليم، ونطور المهارات طبعنا، ونعرف أكتر عن، مش بس الميتافورس، كيف بيشتغل بلوكشين، كيف تشتغل نفتيز، كيف بيشتغل مع مين بدك تتعاطى، نحنا دائماً منقول أنه حيالله شغلة إيفن نفتي، اما شيء بهالعالم الافتراضي بدك تشتغل، عراف أول شغلة مين وراها، مين الناس اللي وراها البروجيك، معروفين اما مش معروفين مش معروفين واقف، ما تكمل، هون بعده القانون ضايع بكل معنى الكلمة لأنه، صبنا ننتر كذا صديق؟ صبنا ننتر بعد بعدنا بأول تشريع فيه قصص السايبر سيكوريتي، فيه قصص التحرّش، اذا لاحظتها فيه كلمة التحرّش، دغري ايجو مين عمل؟ البلاتفور، عمل أنه مفمنوع تقرب أكتر من ون ميتر على الشخص، فيه بعدنا نحنا بمجال كتير جديد، كتير هذا مش ناكي برجع أقول لازم نوعي، وهون في I have learned academy الكورس اللي عم نعطيه، بيقدر يوعي على هيدا الموضوع، عم نعمل تراك من A إلى Z إن كان على الـ NFT، إنترودكشن، تنا عرف شو هي، إنترودكشن على الكريبتو كارنسي، إنترودكشن على الميتاورس، فيه أنا عم بعطي أول بارت، فيه كمان فيه برونو، فيه غيرنا من العالم، ثلاث أربع أشخاص عادين، عم بيجربوا قدم فينا، نعطي المعلومات اللي بحاجة لأنه عبر الكورس اللي عم بلشنا، عم نتفاجأ إنه العالم عن جد عطشة للمعلومات، ما بتعرف إن كان أبسط أمورها، اللي هي البلوكشن، وطلق، عم نبلش بكل معنى الكلمة بين قصص صغيرة، نقدر نفسرها شو هي البلوكشن، وليش أهمية البلوكشن، لأنه كل شي عم نحكيه، آخر شي بدي يكون على البلوكشن، يعني هالأيام اللي عايشينا اليوم نحنا بإنتلاق الميتاورس، إنه بالمستقبل هتكون جزء من التاريخ، يعني، فإذا ما كنت أنا ملم بعالم الميتاورس، ما أخسر مصريتي وتكون عارف حالي شو عم بعمل، يجب أن أذهب ونحن، يعني، طب وين بروح؟ هلأ، فيه أونلاين كورس، بس مزبوطين ولا لأ؟ أنتو، يعني حضرتك عم تعطي هيدا الكورس بـ Learn Academy، بس إلى جانب كورسات أخرى طبعاً، بس إنه بدي أعرف يعني، تعريباً شو بيكلفني أنا تروح إخد هيدا الكورس؟ البجت كتير محسوبة، جايبين انترناشنال أكسبرتز، كمان، فيه ثلاث أشخاص كلنا عم بعض عم نحاوي نعطي قد ما فينا المعلومات، كمان الناس اللي معنا أصحاب شركات عالمية بعالم الكريبتو والأنفتيز، سوف نعطيكم الإعجاب من الناس، مش بس ستارت أبس، لا، أكبر من ستارت أبس، عم بيحكوا مليونز و مليونز و دولارز، قام بعمل، الشهرة تبعهم موجودة، عالم قام بعمل، كل واحد بمضماره، واحد بالترينيج، واحد بالأنفتي وغيره، و دي آر كون نكتد، و عم بيعطوكم آخر أجدد المعلومات اللي بعد بضيينكم كزا سنة اللي قدام، لأنه فيه كثير قصة استخلياً، و نحكي عنا، كون بعضها الشيء أنه طازة، وبعد شديش سنة سنتين بيصير من الترندات الجديدة، فكتير مهم ترجع، تشوفوا الكورس، وتشوفوا شو فينا، تتطور على الزيت، لأنه اليوم بدنا نطور زيت، هني خمسة كورسس كلنا على بعضهم، وبعد فيه ثلاثة جيين على الطريق، رودي شوشاني، أي شيء بتكن تعرفوه على الميتاورس، الحقه هيدا الكورس، على Learn Academy، أكيد، شكراً لك، أنك يعني أضقت على عالم الميتاورس، اللي بعدنا هيك ملبكين كيف ندخل على الميتاورس، شكراً لك فؤاد، و إن شاء الله كونوا استفدتوا بشوية معنومات، نقدر ننفيد، ونطور كلنا بعض بعض بعالم، وخصنا بلبنان أنه نحنا بحاجة للمعلومات، سنقدر نتطور، شكراً لك، شكراً لك، هيدا كان كل شيء للليلي، نلقاكم الأسبوع الجاية إن شاء الله بنفس المعوعد، إلى اللقاء، موسيقى اشتركوا في القناة